السلام عليكم اعفاء محمد صلاح من مواجهة المرابطين اعفى الجهاز الفني لمنتخب مصر قائده نجم ليفربول محمد صلاح من مواجهة موريتانيا في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة الى كأس ام افريقيا 2025 لكرة القدم وفقا لما اكد متصدر الدوري الانكليزي وقال ليفربول في بيان ان مهاجمه ابن والاثنين وثلاثون عاما اعفى مبكرا من واجباته الدولية خلال فترة التوقف المستمرة في اكتوبر وقال حسام حسن مدرب منتخب الفراعنة في المؤتمر الصحفي في القاهرة الجمعة ان هناك مخاوف بشأن اللعب على العشب الصناعي في موريتانيا ومخاوف من الاصابات وذكر الاتحاد المصري في بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي انه تم الاتفاق خلال اجتماع بين الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسن وصلاح على اعفاء الاخير من المواجهة التي ستجمعه مجددا مع موريتانيا في 15 الشهر الحالي في نوكشوت وفاز المنتخب المصري على ضيفه منتخب المرابطين الموريتاني بهدفي محمود حسن تريزيغي 69 وصلاح 79 الجمعة على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثالثة وباتت مصر التي حققت فوزها الثالثة واليا على بعد انتصار واحد من التأهل الى نهائيات كأس الامم الافريقية التي تحتضنها المغرب بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026 ورفع منتخب الفراعنت رصيده الى تسع نقاط في صدارة ترتيب المجموعة فيما تجمد رصيد موريتانيا عند ثلاث نقاط بالتساوي مع منتخبي الرأس الاخضر وبوتسوانا واكد ليفربول ايضا ان قائده المدافع الهولندية فرجيل فانين دايك قد تم اعفاؤه بدوره من واجباته الدولية مبكرا عقب طرده بحصوله على بطاقتين صفراوين خلال التعادل امام المجر من واحد الى واحد في الجولة الثالثة من منافسات دوري الامم الاوروبية وختم نادي ال ريديس بيانه قائلا لن يشارك الثنائي مع منتخبيهما هذا الشهر بعد اتخاذ القرار باعفائهما مبكرا من التزاماتهما الدولية لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد